موسيقى موسيقى البرهان يعفل أعضاء الخمسة المدنيين في مجلس السيادة ويبقي على عضوية مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس موسيقى قرارات البرهان تخلط الأوراق السياسية في السودان قوى الحرية والتغيير تتشكك وتدعو أنصارها للتصعيد موسيقى انطلاق الحوار الوطني في مصر والأطراف المشاركة أقرت استبعاد المتورطين في العنف والإرهاب موسيقى عقيل صالح يرد على مبادرة المجلس الرئاسي باتهام مجهولين بمحاولة حل البرلمان ويلوم أنصار نظام القذافي موسيقى على هامش احتفالات عيد الاستقلال أنباء عن وساطة جزائرية تجمع الرئيس التونسي مع أمين عام اتحاد الشغل لحلحلة الأزمة موسيقى حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث بداية هذه الساعة مع الملف السوداني وبالتأكيد ملامح الخطاب الذي جاءت معه تداعيات جديدة متعلقة إذن بالمشهد السياسي في السودان إذن بدت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في السودان ولاحت في الأفق بارقة أمل لحلحلة الأزمة الممتدة وذلك في أعقاب إعلان الجيش النأي بنفسه عن حلحلة السلطة وقد شكلت قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المفاجئة وفق خبراء نقطة تحول كبيرة في موقف المؤسسة العسكرية وهو ما يشي من فراجة محتملة في الأزمة السياسية في أحدث القرارات أصدر البرهان قراراً بإعفاء الأعضاء الخمسة من المدنيين في مجلس السيادة فيما أبقى على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس وفيما شكر أعضاء السيادي من المدنيين المعفين على فترتهم أبلغهم بأن المرحلة المقبلة تتطلب التغيير ويشير خبراء أيضاً إلى أن رئيس مجلس السيادة ألقى بالكرة في ملعب القوى السياسية فاستقرار السودان بات مرهوناً بتوافقها وفيما يواصل السودانيون اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي بدأ التيار المدني بإبراز ردوده على مبادرة البرهان قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني قال إن خطاب رئيس مجلس السيادة يتضمن نقاطاً إيجابية وأخرى غامضة تحتاج لاستجلاء أكثر موضحاً الدخول بالحوار دون شروط مسبقة وداعياً القوى السياسية إلى تقديم المصلحة الوطنية فيما رفضت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قرارات البرهان ووصفتها بأنها مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي ودعت الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر نؤكد أن هناك نقاط إيجابية فيه وكذلك هناك نقاط غامضة تحتاج لاستجلاء أكثر نحن نؤكد بدعمنا للآلية السلاسية كمسهل للحوار الآلية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام باتفاقية السلام الشامل باتفاقية الموقع في جبا واستكماله وندعو كل القوى السياسية السودانية استراداً لخطاب الأمس للانتزام في الحوار كما حدث والتوافق كما حدث سابقاً في الاستغلال تراجع تكتيكي تراجع تكتيكي في ضوء ضغط الشعب المتعاظم ولكن طبعاً لا تنطلع على جامل الشعب التي تتقدم يوم بعد يوم وتمضي نحو وحدتها يوم بعد يوم وتؤكد كل يوم حتى هذه اللحظة أنه لا تصالح مع واقع هذا الانقلاب ولا مجال الاعتراف به تحت أي ذريعة كانت وبالتالي أعتقد أنه الخطاب ضل طريقه إذا كان هو بخاطب قوى الثورة وعايز يستميل إلى جانبه أعتقد أنه لم يطرح شيئاً يحقق مطالب هو التفاف تكتيكية ومحاولة تكتيكية نحن نراها في هذا الحد ونعتقد أنها مهزومة لا محالة كلمة السر في مفتاح مقلاق النصر النهاي على الإنقلاب أن الناس يتوحدوا في جفا أيضاً قطعنا أشواك وعندها تواصل مع كثير من القوى المهنية ولجان المقاومة والرقية السياسية ومرضاً مجتمع مدني وعندنا أيضاً إعداد العمل كبير يتم خلال الأيام القادمة دارين نحجز به نقلة نوعية في الحراك ونحن نرى جماهير كلها بتبتدع وسائل المقاومة اليومية وماشى في تطور ونتمنى أن المسألة يحصل لها تتويب بأسرع ما يمكن في شكل إعلان غرفة معلل أجل تبدأ غرفة إعلامية ميدانية مشتركة عشان تعمل النقلات النوعية في الحراكة الملحمة السلمي وتنتهبه لمصباً الانتصال ينضم إليه الآن من الخرطوم سيد مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي ومن لندن ينضم إليه خالد العسر الكاتب الصحفي أهلاً ومرحباً بكم ضيفي الكريمين مباشرة أبدأ مع أستاذ مصباح سؤالي إلى أي مدى يشكل خطاب البرهان ورمي الكرة إلى ملعب القوى السياسية بارقة أمل وانفراجة لحل حالة الأزمة السياسية بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً أخي الكريم التحية لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم الحقيقة خطاب البرهان الذي صدره بالأمس هو خطاب احتوى على كثير من النقاط المفخخة باعتبار أن الخطاب جاء بنقاط فطفادة لم تخاطب الأزمة بصورة واضحة جداً صحيح أنه أعلن خروج المؤسسة العسكرية من العملية التفاوضية وليس العملية السياسية العملية التفاوضية التي طرعاها الآلية السلاسية ولكنه أبقى على الوصاية للفترة الانتقالية وحدد حتى خريطة تشكيل الحكومة وكأن هناك موجهات مسبغة وضعها لكيفية التوافق على تشكيل الحكومة وكذلك أيضاً اتخذ قراراً مسبغاً بحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة المدنية وتشكيل مجلس عسكري وكل هذه النقاط المفترض أن تكون محل نقاش في العملية التفاوضية التي يجب أن تنهي هذا الانقلاب وأن تكون بترتيبات دستورية جديدة وليس بقرارات فوقية الواقع أن الخطاب فيه وصاية واضحة جداً على خيارات الشعب السوداني وفي التفاف بيّن على المطالب الشارع قبل أن أنتقل لضيفي أبقى معك هو الآن يتحدث عن حل مجلس السيادة ويتحدث فقط عن وجود القوات المسلحة كما توجد في أي دولة في العالم وبالتالي موضوع تشكيل الحكومة أو موضوع إدارة المرحلة الانتقالية يعيدها للمدنيين لماذا تتحفظون؟ لماذا تهاجمون؟ لماذا تتهمون؟ قد يطرح سائل هذا السؤال الإصلاح المطلوب وإنهاء الانقلاب الحالي يستوجب أن تناقش كل الملفات الضرورية بما فيها الإصلاح الأمني والعسكري ومؤسسة الدولة بصورة كاملة على طاولة العملية السياسية التي يجب أن تأتي بترتبات دستورية للفترة الانتقالية ولكن الخطاب قفز فوق كل ذلك وأعلن عن تشكيل مجلس عسكري وأيضا إنهاء مجلس السيادة ويجب أن تشكل الحكومة في حين أن الأزمة ليست في تشكيل الحكومة الأزمة في كيفية إنهاء الانقلاب بترتيبات جديدة تتضمن ترتبات دستورية وتتضمن تفكيك بنية الانقلاب التي حدثت منذ الخامس والعشرين وتتضمن الاتفاق على برنامج العمل برنامج عمل الحكومة والفترة والزمنية وأطراف العملية السياسية كل ذلك لم يرعى أستاذ خالد سمعت كل هذا الكلام يعني هناك اتهامات لهذه الخطوة فيها الكثير من الغموض كما يقال هو تراجع تكتيكي أيضا بحسب ما تم التصريح به كيف تعلق على ذلك سيد خالد تهيئا لك ولمشاهدكم الكرام ولديفك الكريم من الخرطوم دعني أبدأ في البداية بالقول أن في ساحات المعارك الكبرى المعارك الوطنية الكبرى لا بد من التسامي ويبدأ بوادر وحسن النية وأنا في تقديري الشخصي الذي تم إلى هذه اللحظة منذ 25 أكتوبر هو يعبر عن أهمال وتطلعات شرائح واسعة جدا من الأمة السودانية صحيح أن هناك من يتظاهرون احتجاجا على خلفية ما ترتب على 25 أكتوبر ولكن في تقديري الشخصي الذي حدث مؤخرا هو سانحة جديدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه اتهام الآخر وتفسير وتأويل الإفادات التي جاءت في هذا الخطاب أنا في تقديري الشخصي استباق لعنصر الزمن هو المعادلة البسيطة جدا هو يقول لهؤلاء المدنيين اسهبوا أجلسوا فيما بينكم توافقوا حول رؤية وطنية بما فيها تلك التي تضع المؤسسة العسكرية تحت إمرة الحكومة التنفيذية الانتخالية ونحن على استعداد لتلبية هذه المطالب أنا لا أدري لماذا يعجل البعض في الحكم بينما هي الكرة في ملعب المعارضة الآن لكي تجلس فيما بينها وتتراضى على صيغة التوافق وطني شامل وتعود للمؤسسة العسكرية وهذا ما ظللنا نردده كثيرا جدا أن المعارضة جبن تتراضى على صيغة انتغال سلمي في حد أدنى من التوافق لتقدم للمؤسسة العسكرية قبل خطاب البرهان هذه خناعات مبنية من التجارب الذي حدث إذا نظرت المعارضة هذه إلى ما أصاب من عطب منذ 25 أكتوبر هي فقدت سانحة كبرى جدا في 21 نوفمبر بتوقيع الاتفاق السياسي الذي تبناه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك باتفاقه مع البرهان هم الآن في أقصى زاوية في أقصى اليسار أو في اليمين ولكنهم غير موجودين في الساحة السياسية لماذا ارتضوا لنفسهم هذه الزاوية البعيدة من المشهد السياسي بينما هم كانوا الآمر والناهي الذي يحدث الآن أنهم يتبعون خطوة تكتيكية جديدة نحن نسمي الأشياء هم من يتبعون خطوة تكتيكية جديدة لماذا؟ لأنهم فقدوا الثغة في الشارع من خلال جلوسه من المكون العسكري حتى قبل ساعات من هذه الإجراءات كانوا يتفاوضون ويتقابلون سرا وعلانية ويصرحون بأنهم في تواصل مع المؤسسة العسكرية وتارة ينكرون وعندما ينكرون يخرج الوسيط الأممي فوركالبريس ليوكد عبر شاشتكم أنتم أن هناك 80% من التفاهمات تمت هم يريدوا أن يستعيدوا رغبة الشارع ودعموا من خلال هذه الخطوة التكتيكية إذن التكتيك في خطابهم هم وليس المؤسسة العسكرية هذا التفسير اللي ما يحدث أستاذ صباحي بالفعل أستاذ خالد طرح مجموعة من الأسئلة التي قد بدأوا منطقية لماذا تتعجلون إذن بالحكم على هذه الخطوة وقال أيضا لماذا رتضيتم لأنفسكم أن تجلسوا في أقصى الزاوية لماذا لا تعطوا مجالا لما تجلسوا بينكم وبين أنفسكم من الذي يجب أن يناقش الأمور السياسية والدستورية والتجهيز لمرحلة الانتقالية أليس هو أنتم يا قوى السياسية تفضل حضرتك يا أخي الكريم الأستاذ خالد يتحدث وكأنه يرى كل جماهير الشعب السودان التي خرجت في 30 يونيو وقوى السياسية والقوى السورية جميعها وكأنها بذات اللقى التي استخدمها الانقلابيون في 25 أكتوبر بتقزيم موقف الشارع ومحاولة التقليل منه في حين أن الانقلاب وما تبعه من إجراءات كما يتحدث عنها أستاذ خالد نفسها لم تستطع أن تقدم أي رؤية طيلة الثمانية أشهر الماضية نحن ارتضينا عملية سياسية عبر الآلية السلاسية وخاطبنا القضية الأزمة الحالية أزمة الانقلاب برؤية واضحة جدا قدمتها قوى الحرية والتقيير ومكوناتها المختلفة وكذلك القوى المقاومة في الشارع كلها قدمت رؤية واضحة لإنهاء هذا الانقلاب والانقلاب الحالي لم يتعاطى إيجاباً على هذه الرؤية وقفز عليها بإجراءات التي حدثت مؤخراً في الخطاب الذي نرى ما المطلوب الآن؟ صفحة أخرى من الانقلاب أسمح لكم الفكرة لو تكرم ما المطلوب الآن؟ الطرف المؤيد لهذه الخطوة يطرح التساؤل التالي ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ السلطة أو الوجود في هذا المكان خذوا هذه السلطة ونسقوا بينكم وخرجوا بقرارات لننهي هذه المرحلة الانتقالية أولاً ما المتسبب في هذه الأزمة؟ بس ممكن المكون العسكري يريد أن يخفز من المركبة المتسبب في هذه الأزمة هو المكون العسكري بإنقلاب 25 سامحني أستاذ مصباح الموضوع الآن ليس التفكير ومجرد تبادل اتهامات وما إلى ذلك أنا اليوم أتحدث عن هذه الساعة والقادم جاء المكون العسكري وقال سنحل مجلس السيادة هذه الخطوة مرفوضة لديكم وهناك اتهامات من جانبكم ما المطلوب؟ ماذا تريدون؟ ما هي الضمانات؟ غير مطلوب من المكون العسكري أن يحدد مسار العملية السياسية وخارطة الانتقال خارطة الانتقال يجب أن تحدد من القوى السياسية القوى السورية يجب أن تجلس وأن تتوافق على رؤية على المكون العسكري أن يستجيب لمطلوبات إنهاء الانقلاب أولاً وأن يواصل في تهيئة المناخ بصورة كاملة ولكن أن يتخذ غرارات فوقية وأن يعلن عن إنهاء مجلس السيادة وأن يعلن عن تشكيل مجلس عسكري وكل ذلك يجب أن يكون ضمن ترتيبات دستورية يتوافق عليه هذه هي وصاية نحن نرفض الوصاية نحن نطلب بس اسمح لي والله أنا حاول فقط أن أنسق الوقت بشكل جيد أستاذ خالد القرارات التي جاء بها الفريق البرهان قرارات فوقية بحسب ما يقول ضيفي وهناك تحديد واحتكار لمسار العملية السياسية المقبلة بالتأكيد في هذه المرحلة يمكن أن ينظر لها دعنا نكون واقعين يمكن أن ينظر لها باعتبار غرارات فوقية توجه في اتجاه لملمة أطراف الوطن والوصول إلى السيغة التراضي ولكن عندما تأتي إلى ختم هذه الإجراءات أتاحت لهذه القوى المدنية لكي تكون هي الآمر والنهي في مرحلة ما بعد التوافق الوطني بين الغوى المدنية وبالتالي ليست غرارات فوقية وإنما غرارات تتواضع إلى نصرة الهم الوطني أنا دائما أكرر أن الغوى المدنية هي التي تملك مفتاح الحل في السودان الآن وليس هناك أي داعي لهذا التمترس المطلوب أن تخاطب الغوى المدنية الشعب السوداني فأنها علانية وليس سرا كما حدث في منزل السفير السعودي بوساطة سعودية أمريكية لا تتحدث صراحة للأمة السودانية بأنها ستقوض حوار بنام على المكون العسكري وتطلب من الغوى الثورية التي تمثلها وفي وقع الأمر لا تمثل كثير من الثوار الثوار لديهم أجندات أخرى ولديهم أهداف أخرى وهي الأهداف الصادقة في الثورة وأنا في تقديري أن الحكومة القائمة الآن بشكلها الحالي يمكن أن تنتهي من كل هذا الجدل بالجلوس إلى الثوار في الشارع وتحقق رغبات الثوار لأن القوة السياسية الآن الآن هي لا تملك غواعد هي لا تحرك الشارع الذي يحرك الشارع يطلب سكف عالي جداً من المطالب وهو حل كمثال هناك حزب الشيوعي يطلب إلغاء اتفاقية السلام جوبا هذه بصورة أخرى يعني دعوة إلى بداية حرب جديدة داخل المدن ليس هناك تعقل في هذه المطالب هذه المطالب خطيرة جداً على أمن واستغرار السودان أنا أقول أن ضيف أحد ضيوفكم اليوم هو تحدث خلال إحدى نشراتكم أنهم يرغبون في عدم تدخل البرهان والمجلس السيادي أو سميه رئيس المؤسسة العسكرية في شأن تعيين الحكومة الانتغالية ويجب أن تكون حكومة من مستغلين ليس بالضرورة أن تكون حكومة من مستغلين هذا ينوم عن الفكر المبطن لهذه الغوة السياسية التي ترغب في الحصول على الكراسي إذا منح البرهان هؤلاء الناس الكراسي اليوم صدقني غداً لن تكون هناك لا ولا مشارك وسيشاركون وسينتي هذا الأمر هذه تجارب وليست حاجة مستحدثة عبدالله حمدوك بذل ما هو فيه وزعه من مجتهادات ولكن هم الذين وقفوا في طريقه أنا أناشد الجميع الآن تغليب الهم الوطني وأداء غسم الولاء للوطن أداء غسم الولاء للوطن هو تغليب المصلحة الوطنية وليس التفاوض وابتدار أفكار وتأويل والحكم بأشياء التي لم تقوم حتى الآن أنا لا أدري لماذا لا يجلس في مائدة مستديرة ويتفاوضوا المكون المثال الوطني أبدا تحفظات وهذا أمر جيد ولكنه رحب الجلوس دون شروط مسبغة المفروض أن يجبسوا جميعا دون شروط مسبغة أستاذ مصباح قد يسأل سائل في سبيل الوطن وفي سبيل المرور وحالة هذه الأزمة والانتقال لوضع أفضل ألا يجب أن يكون هناك شيء بديش أقول تنازل لكن شيء من يعني المساومة في المطالب لأنه في النهاية هذه سياسة في سبيل بالفعل تجاوز الأزمة الحالية ومحاولة يعني الاستماع لخطوة البرهان وملامح خطابه يا أخي الكريم نحن كقوة سياسية وقوة الحرية والتقيير وكل القوة السورية هي لم ترفض أصلا العملية السياسية ولم تقف في طريق الحلول التي تؤدي إلى استعادة فسارة تحول المدن الدموقراطي الخطاب الذي مثل هذا الخطاب الذي سمعته من ضيفك الكريم أساس خالد العاسر بتوزيع سقوك الوطنية على الآخرين ووصمهم بما ليس فيهم هذا هو الخطاب المباد الخطاب الذي لا يمكن أن يجدي ما يجدي هو أن تكون هناك عملية سياسية واضحة وصادقة ومعبرة وتلبي تطلعات ومطالب الشعب السوداني دون تسويف ودون التفاف عليها بشكل من الأشكال نحن أنا تتوقع لا تتوقع أن اليوم بهذا التزمت يعني لربما لا تحملون أو تتحملون هذه المسؤولية التي يجب أن تتحملوها الآن في هذا الوقت العصيب يعني أنتوا قيادات سياسية المفروض وتعبرون عن من يتحمل المسؤولية فضل الوضع الراهن من يتحمل المسؤولية هو من أوصنا إلى هذه النقطة نحن الآن نريد أن نخرج من هذا النفق الذي وضعنا فيه الإنقلاب الحالي ومستعدون لتعاطي معه إجاباً تعاطينا مع المبادرة الآلية السلسية وما زلنا نعوّل على المواصلة فيها لإخراج البلاد من هذا المأزق وقدمنا رؤية واضحة جداً نحن في حزب الأمة قدمنا خريطة الطريق قوة الحرية والتقيير قدمت خريطة واضحة جداً ورؤية واضحة جداً وما زلنا نجتهد في إيجاد الحلول ولكن لا يمكن أن نقبل بأنصاف الحلول نقبل بحلول جزرية نحن نريد أن نخرج البلاد من أزمتها لا نريد أن نعيد التجربة السابقة التجربة التي أوصلتنا إلى 25 أكتوبر ولكن مع ذلك نؤكد لك أن القوة السياسية وقوة الحرية والتقيير وكل القوة الثورية هي هدفها الأساسي ووصول إلى التحول دموقراطي ومدني كامل دون وصاية من الطرف من الأطراف أستاذ خالد بي ثلاثين ثانية فقط هل بقي شيء يمكن أن يقدمه المكون العسكري بعد هذا الخطاب أو ملامح هذا الخطاب أنا بدلاً أجيب على سؤال عن اتهامات ضيفك العزيز نحن في السودان نرى أن جميع أبناء الوطن ليس ما يميز بينهم بالتأكيد الإخوة في الحرية والتغيير ألف وباء جميعهم إخوة نحترمهم إلى أبعد حد ونريدهم أن يكونوا داخل المعادلة السياسية المغبلة بأي شكل من الأشكال نحن ندعو إلى وطن واسع مع الناس جميعاً في دولة مواطنة متساوية الحقوق لا نريد أن نلغي طرف هم ألغوا الجميع هم نكلوا بالناس هم جرموا الناس هم خونوا الأثوار هم فعلوا ما لم يفعله أي شخص في السودان ولكن مع ذلك نصف عنهم وندعو إلى مسامحة ووطن جديد وبالتأكيد المؤسسة العسكرية التي يريدون أن يخصونا نحن لا نرى فيها هذا الظن الذي يظنونه نحن نرى فيها مؤسسة وطنية غومية لا يمكن أن نتنازل من أن المؤسسة الوطنية السودانية حافظت على دولة السودان عندما كانت في أهلك الظروف تعاني من أوضاع صعبة جداً هي الآن تغاتل باسمنا نحن وهم في شرق السودان هي الآن تغاتل تحافظ على الأمن والاستغرار في دولة مخترغة من المخابرات والمؤسسة العسكرية نحن نريد أن نؤسس دولة مدنية والمؤسسة العسكرية تكون فاعلة ضمن مظلة قومية مدنية مسيطرة عليها لا فيها جندات ولا تآمر من الذي يسق في الذين استمعوا وخطوا وخطوا فيها كل العناصر المخابراتية أن يشرفوا على المؤسسة العسكرية أنا أقدر حقيقة هذا الحديث أتشكرك جزيل الشكر إذن خالد العيسر كاتب الصحفي من لندن وأيضا من مصباح أستاذ مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي من الخرطوم شكرا جزيلا لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معي ايضا من الخرطوم دكتور الرشيد ابراهيم رئيس قسم العلوم السياسية في مركز الدراسات الدولية في الخرطوم اهلا ومرحبا بحضرتك دكتور الرشيد اذا كنت عم تستمع قبل قليل لهذا الحوار الذي شابه شيء من الاتهامات حقيقة بين الاطراف العملية السياسية او بعض الاطراف يعني لماذا ضاعت هذه الثقة الى هذا الحد بحيث اصبح اي مكون او اي طرف في هذه العملية السياسية حتى وان قدم شيئا او يعني من وجهة نظاره هناك شيء بالفعل يريد ان يقدمه لحل حالة الازمة وتجاوز الامر طبق الشكوك هي سيدة الموقف نعم شكرا على الاصطدافة واضح ان المشهد الحالي هو تراكمي ونسبة للخلل الذي صاحب ادارة الفترة الانتقالية منذ صغوط نظام البشير واضح ان هناك اخطاء استراتية ارتكبت من قبل الاتلاف الحاكم المكون العسكري والمكون المدني في ان دائما فترات الانتقال في حياة الشعوب هي فترات غصيرة ومحدثة الاجندة ولكن واضح ان الفترة الانتقالية صارت ميدان للصراع وميدان لاستقطاب والاستقطاب المضاد وبالتالي ترسبت كل هذه السلوكيات واصبح مشروع لسباق السلطة وبالتالي تم تضيع هذه الفترة في كثير من القضايا التي ليست هي من صميم عمل الفترة الانتقالية وأوجدت حالة الانقسام هذه دائما الفترات الانتقالية فترات تكون لكل الشعب السوداني لا يستنفرد بها فصيل أو حزب معين هذا معلوم كما أن دائما الفترات الانتقالية تتوج بانتخابات يتم الترتيب لها ولكن يبدو أن القوى السياسية قد ضيعت وقتا كثيرا في السلاث سنوات لم تعمل على المستقبل ولكن أسرت نفسها ربما للماضي ودخلت في مناكفات وللدليل على ذلك أن القوى المنغسمة الآن من غرائب الأشياء أن القوى التي منغسمة الآن بين مؤيد أو محسوبة على العسكر وبين القوى الحرية والتغيير المركزية هم في الأصل كانوا كيان واحد يعني المجموعة المساق الوطني هم موقعون أصلا على مساق الحرية والتغيير الذي أسغط النظام فبالتالي لا بد من تجاوز هذه الحالة أنا أفتكر أنه التفكير المهم في المرحلة القادمة أن نذهب في اتجاه الغضايا والمشكلات وأن ينتج الحوار مزيد من الأفكار مزيد من التلاقل والثورات العظيمة كما أقول دائما هي التي توحد وجان الشعوب طيب دكتور خلينا فقط نقف على ردات فعل أو على بعض القراءات لهذه الأطراف نبدأ بالمكون العسكري المكون العسكري يبدو أنه أبدأ موقفا من شأنه أن يعالج الأزمة وهو يحاول أن يقدم حلول ذلك ما تضح من خلال خطاب البرهان لماذا جاءت بعض المكونات أو الأطراف لتشكك في هذه الخطوة وهل ترى شيء من المنطق أو أي شيء يرتكز إلى لنقل شكوك حقيقية من هذه الخطوة نعم دعني أجاوب على هذا السؤال بطريقة مختلفة فضل هل الخطوة التي أقدم عليها البرهان هي في اتياه فتح الإنسدات في العملية السياسية وهل هي تحسب في اتياه التحول المدني والديمقراطي أم أنها تكريس للدكتاتورية لا يمكن لأي عاقل أو واقع سياسي أن يقرأ خلاف ذلك يعني المكون العسكري عندما ينسحب من الحوار الآلية هو رفع الحرج عن المكون المدني وهذا مطلب بأن يبعد العسكر عن السياسة وأن يكتفوا بغضايا الأمن والدفاع غضايا الأمن والدفاع هذه لا بد أن تدار ضمن منظومة وهي مجلس أعلى للأمن والدفاع هذا مفهوم في هذا السياق أيضا إنهاء غوات مسلحة يعني إنهاء غضية الصراع والشراكة عندما يتحدث عن حل المجلس السيادة غضا أنهى أي احتمالية لحدوث شراكة بالشكل الغديم أو شراكة جديدة لأنه ليس هناك جهاز للشراكة عندما يعلن التزامه بأنه لن يتدخل في ترتيب وتشكيل الحكومة الانتقالية هذا أيضا يحصب لصالح العملية السياسية طب لماذا تهم بأنه يحتكر العملية السياسية لاحقا دكتور رشيد يعني على أي أساس جاءت الاتهامات بأنه يحتكر العملية السياسية هناك نظرة فوقية منذ بدء العملية السياسية للأمم المتحدة ووساطة الأهلية السلاسية المكون العسكري ظل يتقدم خطوة طلبت الأحزاب والمجتمع الدولي والإغليمي أن يهيى الأجواء رفع حالة الطواري أفرج عن المعتقلين السياسيين القوة الحرية والتغيير طالبت بالمزيد ولم تقدم أفكار ولا حلول ولا رؤى أيضا الآن المبادرة الذي يقود المبادرة هو المكون العسكري ويقزف بالكرة في ملعب الأحزاب بأنه ينأى بالسياسة وأنه يكون محايدا في العملية السياسية ولكن دعني أجاوب بصدق واضح أن القوة والتغيير اللجنة المركزية هي تريد السلطة دون أي مناغشات دون أي حوار تريدها هكذا جاهزة كما حصلت عليها في الفترات السابقة بدون أن تمر عبر الحوار لأن الحوار لا يعودها إلى السلطة لأنه واضح أن الحوار السنائي تم رفضه من قبل المكون العسكري وبالتالي هي لم تعول على الحوار لأن الحوار لن يعودها إلى السلطة أيضا هي ذهبت إلى الشارع والشارع يسيطر عليه لجان المقاومة وكما يرفض الشارع العسكر أيضا يرفضون قوى الحرية والتغيير يعني الآن لا يستطيع كادر أو قياد في قوى حرية التغيير واضح أن يخاطب اعتصام الجودة واعتصام المؤسسة أو أي ما تجمع وبالتالي هم في حالة من الإرباك والارتراب ولذلك منذ الأمس يعني هناك تباينات على مستوى الغيادات التصريحات التي صدرت من غيادات حزب الأمة وغيادات بعض القوى العنال الحرية والتغيير عقب الخطاب تنافت يعني نعم نعم يعني أنا بدأك تفي بهذا القدر بتشكرك يعني داهمنا الوقت شكرا جزيلا ضيفي من الخرطوم الدكتور رشيد إبراهيم رئيس قسم العلوم السياسية في مركز الدراسات الدولية شكرا لحضرتك اجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الكينية نيروبي وأعلن الطرفان طي الخلاف بين البلدين إضافة إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات لقاء البرهان وأبي أحمد تم على هامش القمة الطارئة لمنظمة الإيجاد التي تنطلق أعمالها اليوم في كينيا بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في هذه المنظمة يدخل إغلاق معبر القلبات الحدودي بين السودان وإثيوبيا أسبوعه الثاني الحدث رصدت من المعبر الحدودي التداعيات الأمنية والعسكرية في شرق السودان على واقع حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين مع العلم أن هذا المعبر قد أغلق أو أغلق بقرار من السلطات السودانية عقب إعدام قوات إثيوبية أسرى للجيش السوداني هنا معبر القلبات على حدود السودان مع أثيوبيا بأمر سيادي سوداني أغلق المعبر الاستراتيجي الرابط بين البلدين التوتر الأمني بمنطقة الفشق الحدودية ألقى بظلال سالبة على حركة النقل والتبادل التجاري وهذا ما تجسده قصة علاء الدين المنتظر قسراً مع عشرات سائق الشاحنات للعبور نحو أثيوبيا يقول إنه لا يملك غير التمسك بحبال الصبر في انتظار قرار يعيد فتح المعبر على جانبي الحدود تنتظر عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع قرر السماح بالعبور سريعاً إنعكس الإغلاق على حركة التجارة بسوق منطقة القلابات السودانية هنا يحكي التجار والمواطنون عن خسائر فادحة نتيجة إغلاق المعبر في خسائر بناتكبط خسائر كثيرة نحن في القفلة دي ونحن ذاته زي ما يقولون حصل حاجة بره ما من الدور يتضرر المعبر بي اقتصادياً نحكدها الشديدة وعلى المواطن بتاع المنطقة بالزاد هالمواطن المسكين قبل التاجر برضو يدأسر تأثير شديد بص المرحلة يعني ما يبقى لو ما تعيشوا في اليوم يعني وتفيد إحصائيات رسمية بوصول صادرات السودان إلى أثيوبيا العام الماضي نحو 44 مليون دولار جلها من المواد البترولية فيما بلغت الواردات الأثوبية للسودان 69 مليون دولار ويرى مختصون أن تبعات كثيرة قد تنسحب على حركة التبادل التجاري بين السودان وأثيوبيا جراء استمرار إغلاق المعبر في مجموعة من السلع بتجي وارد إلى السودان من أثيوبيا الفور المصري البن الجنزبيل البهارات هذا الإغلاق المفاجئ له أثر بالتأكد أثر اقتصادي وأثر اجتماعي بالتالي بغلل من العيدات الجمركية والعيدات الضريبية والرسوم الولائية من بين عديد المعابر والمنافذ الحدودية بين السودان وأثيوبيا يمثل معبر القلابات أحد أهم المنافذ التجارية بين السودان وأثيوبيا وبعد إغلاقه بصورة رسمية من قبل السلطات السودانية مؤخرا يتوقع أن تنخفض مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة نتيجة لتأثيرات الأوضاع الأمنية عليها نزار البكداوي الحدث من أمام معبر القلابات على حدود السودان الشرقية هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل ماكرون يدعو إيران للتصرف بعقلانية في المفاوضات النووية والاتحاد الأوروبي يحذر من تلاشي فرص إحياء الاتفاق اشتركوا في القناة واسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة ناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث أهلا بكم من جديد في القاهرة في القاهرة انطلقت أولى فعاليات جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال إن الحوار مفتوح لجميع القوى السياسية إلا أولئك الذين شاركوا في أعمال تخريب ضد الدولة وأضاف أن من لجأ للإرهاب ليس جزءا من الحوار الوطني كما شدد على أن الحوار يعيد تحالف 30 يونيو وقال إن الجميع يسعى إلى بناء دولة وجمهورية أساسها دستور عام 2014 من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق لأنه لا يعترف لا بشرعية هذه الدولة ولا بدستورها وهم الأساسان الذين يقوم عليهم الحوار لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة بل نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري المتماسك بدستور 2014 وشرعيتها مؤكدة لدى جمهوري شعبنا الذي خرج في الزكرة التاسعة بـ 30 يونيو ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو وهذا الحوار كما ذكر من قبل في أكثر من مناسبة هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو معي من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والعضو المشارك في الحوار الوطني أهلا ومرحبا بحضرتك مباشرة ما الذي جرى في هذه الجلسة؟ على ماذا اجتمل جدول الأعمال؟ نعم يعني جدول الأعمال اجتمل بالأساس القرار المنشئ للمجلس أمناء الحوار واللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء بالإضافة إلى مدونة سلوك حاكمة لعمل الأعضاء بشكل عام علاقاتهم بمجلس الأمناء وعلاقاتهم أيضا بالمجتمع كل هذه الأمور تم بالفعل الاتفاق أو التوافق بشأنها وسيصدر كما أشار المنصق العام لمجلس الأمناء سوف يصدر تصدر هذه الوسائق وستكون معلنة للجميع وبشكل عام كان هناك توافق كبير بين الأعضاء لم تكن هناك انقسامات حادة وبالإضافة إلى ذلك كان هناك توافق أيضا حول المرجعيات الأساسية التي حكمت أو ستحكم هذا الحوار طيب أنت يمكن لفتت حضرتك إلى كلمة عابرة وسريعة لكن تستحق الوقوف عندها تقول أنه لم يكن هناك انقسامات حادة هذا يعني أنه هناك شيء من الانقسامات أين تكمن؟ ما وجوه الاختلافات الموجودة في هذا الحوار؟ يعني أعتقد أنها كانت التعبير عن تنوع بالأساس ليس انقسامات بالمعنى الدقيق يعني كان هناك تباين في الرؤى إلى حد ما فيما يتعلق بأيهما يأتي أولا هل القضايا السياسية أم القضايا الاقتصادية والاجتماعية في الحوار ولكن في النهاية كان هناك توافق على أن جميع القضايا مهمة والسياسة والاقتصاد هما كل منهما وجه لعملة واحدة وبالتالي هذا سينعكس بالفعل على أو انعكس بالفعل على اللائحة المنظمة لعمل المجلس الأمناء وسينعكس لاحقا على اللجان العامة أو اللجان النوعية واللجان الفرعية التي ستكون مسؤولة عن الحوار بشأن القضايا المختلفة ففي تقديري كان هناك نوع من التنوع في الرؤى وليس انقساما بالمعنى الحقيقي ولو كان هناك انقسام لما حدث هذا التوافق السريع حول كل بنود التي نقشت داخل الاجتماع الأول لمجلس الأمناء طيب هل هذا الحوار أيضا مرتبط أو يأتي ضمن صقف زمني محدد ضمن فترات زمنية على الأقل موزعة بحيث كل فترة تنهي ملفا أو موضوعا معينا يتم التناقش والحوار فيه يعني لم يكن ليس هناك اتفاق على صقف زمني محدد حتى لا يعمل مجلس الأمناء أو يعمل الحوار بشكل عام تحت ضغط زمني ولكن كان هناك اتفاق على أن كل ما يتم التوافق عليه أو الاتفاق عليه بشأن أي من القضايا موضوع الحوار سوف يتم رفع ما انتهى إليه الحوار فيما يتعلق بهذه المسألة أو بهذه القضية إلى السيد رئيس الجمهورية فبالتالي الحوار سيعمل وفقا لمراحل متتالية أو العمل بالتوازي على مختلف القضايا لأن هناك تنوع في القضايا وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك عمل بالتوازي أو حوارات في اللجان الفرعية أو اللجان الرئيسية بالتوازي موزعة على مختلف القضايا ولكن ما سيتم التوافق بشأن في شكل تصورات أو توصيات أو مقترحات محددة قابلة للتطبيق أو قابلة للتنفيذ سيتم رفعها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهوري طيب دكتور محمد ما هي الغاية من هذا الحوار بمعنى ما هي الغاية النهائية من هذا الحوار إلى أين سوف يخلص هذا باتجاه اتجاه الآخر أنه هل ما سوف يصدر من هذا الحوار من قرارات سوف تكون ملزمة يمكن البناء عليها أو يلزم البناء عليها يعني فيما يتعلق بالهدف أو الغاية من هذا الحوار أعتقد أن هذا مرتبط بالمسيرة الإصلاحية أو العملية الإصلاحية التي بدأت فيه بعد صورة يونيو هناك هدف هو إعادة روح 30 يونيو مرة أخرى إلى المجتمع وإلى كل القوى السياسية والاجتماعية هناك أيضا أولويات مطلوبة مطلوب التوافق بشأنها فيما يتعلق بها المرحلة المقبلة سواء كانت تتعلق بقضايا اقتصادية والاجتماعية أو قضايا سياسية فالهدف العام من الحوار هو إعادة روح 30 يونيو إلى القوى السياسية والاجتماعية والاتفاق على قواعد أو أولويات محددة أو إجابات محددة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة لتكون حاكمة للمرحلة القادمة فالحوار يتعامل مع المستقبل بشكل عام إذا ما كان صفة الإلزام لما سيتم أو ما سيخرج عن الحوار أعتقد أن هذه مسألة أجاب عليها السيد الرئيس الجمهورية نفسه عندما دعا إلى الحوار أن كل ما سينطج عن الحوار من مخرجات قابلة للتطبيق بشأن القضايا المختلفة سوف ترفع إلى السيد الرئيس الجمهورية وهناك اتفاق على أن كل هذه الأمور المتوافق عليها إما ستتحول إلى سياسات أو قرارات أو سوف تحال إلى المؤسسة التشريعية لتحويلها إلى قوانين فكما عكسه اجتماع اليوم ليس هناك صقف بقضايا محددة أو هناك صقف معين للحوار ولكن هو حوار بدون صقف طالما أنه ملتزم بالمرجعيات الأساسية التي أشير إليها في المؤتمر الصحفي كما عبر عنه المناصق العام للحوار هو دستور بكل ما يتضمنه من مبادئ وقواعد ونصوص بالإضافة إلى النقطة الأساسية وهو عدم التورط في العنف أو التهديد بالعنف أو المشاركة في استخدام العنف ضد الدولة وضد المجتمع هل سوف يتم التطرق مثلا لتعديلات دستورية مثلا؟ يعني كما أشارت قبل ذلك الدستور هو أحد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الدستور بشكل عام أو أي من مواده ليست موضوعا للحوار الدستور يرقى إلى مستوى المرجعية الحاكمة للحوار وبالتالي هو خارج الحوار طيب دكتور محمد قبل أي اجتماع عادة أو قبل أي مؤتمر بيكون هناك ملامح تشير إلى أبرز أبرز التحديات الموجودة التي يجب مواجهتها والملف الاقتصادي على رأس هذه التحديات في مصر هل وضعتم أمورا يجب مناقشتها ويجب الخروج بحلول معينة ومعالجتها؟ المحور الاقتصادي والاجتماعي هو محور رئيسي أنا أتحدث عن المحور الأساسية أو العنوان هذه مسألة مؤجلة للاجتماعات القادمة لم يتم التطرق إلى هذه القضية أو مسألة القضايا الفرعية ولكن هناك المحور الاقتصادي والاجتماعي هو محور رئيسي في الحوار ولكن مسألة تحديد القضايا الفرعية هذه مسألة أعتقد أنها ستناقش فيه الاجتماع القادم في أي أمور أخرى غير موضوع التعديلات الدستورية لن يناقش؟ الدستور فقط هي القضية الرئيسية التي ستكون خارج الموضوعات الحوار ما عدا ذلك يعني كما أشرت قبل ذلك لا يوجد سقف للحوار كل القضايا قابلة للنقاش وهذا ما سيحدده المجلس الأمناء بدءا من الاجتماع القادم من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والعضو المشارك في الحوار الوطني شكرا جزيلا لحضرتك حذر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جاسب بارل من أن هامش التوصل إلى توافق يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة قد بدأ يضيق وقد تعثرت الجهود التي يبذلها بارل ونائبه انريكي مورا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي خصوصا بسبب مطلب إيراني بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية حفاوة واضحة رافقت وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد إلى الإليزي في أول زيارة خارجية اليوم أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن أسافه لمواصلة طهران رفض إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي وقد تعهد مواصلة كافة الجهود لإقناعها بالتصرف بعقلانية مضيفا أن إيران ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد ماكرون دعا إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان وإسرائيل بشأن قضية الغاز الشائكة بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلية إيرلبيد إن دعوة ماكرون في عام 2018 بشأن إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران لا تزال سارية حتى اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاسب بارل بعد أن تحدث مع وزير الخارجية الإيراني إحسين أمير عبداللهيان كشف أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريبا أريد أن أذكر كمرة أخرى برغبتنا في استكمال المفاوضات بخصوص العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن نتفق مع إسرائيل على أن هذا الاتفاق لن يكون كافياً لإحتواء انشطة إيران المزعزعة للاستقرار لكن لي ما زلت مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأن إيران إذا وصلت لإعتاب القوة النووية فقد تنفذ انشطتها بشكل أكثر خطورة علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة وفي مقدمتهم إسرائيل بخصوص لبنان أنتم تعلمون تعلق بهذا البلد استقراره مهم جداً بالنسبة للمنطقة لهذا أود أن نتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل كما أنه يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان وإسرائيل لذلك فإنه من مصلحة البلدين التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين لقد كنتم على حق في ذلك الوقت وأنتم على حق أكثر اليوم الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو سيؤدي إلى سباق تسلح النووي في الشرق الأوسط مما سيهدد السلام العالمي يجب علينا جميعاً العمل معاً لمنع ذلك من الحدوث إذن هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية بالتأكيد بإمكانكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأن تتفاعلوا معها وبإمكانكم أيضاً زيارة موقع الإلكتروني الحدث دوت نيت للإطلاع على المزيد من الأخبار ألقاكم على رأس الساعة المقبلة أبقوا معنا نواصل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للعاصمة المؤقتة عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماعاً لها بحضور شميع أعضائها ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامة؟ الواقع اليمني سيدتي معاقدة بشكل كبير قاعدة وداعش لا يعملان مفاصلات عن الجماعة الحوثية نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفجل المخطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار السرعة مرة أخرى عداً على موعد يديل للقيام بدوريات تعاصمة وأقتان نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيكبرون على السلام هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة برأيك من أين ستكون البداية الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه فنجان من القهوة قليل من الموسيقى بداية مثالية ليوم رائع مهلاً شيء ما ينقص المشهد لعله الانتباه التأهب الاستعداد ليوم جديد حالت الانكساب قلي بوقاء أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حوبرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها النشرة الصباحية كن مستعداً في كل يوم وقعت القديمة والشرايط تطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروض حيث أن العربية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة لنبتعد قليلا إن السعي وراء المعلومة لا ينتهي رغبتنا في المعرفة في الربط والتحليل والتخيل لا تتوقف شرق منا دائماً يتطلع يتوقف نحو الجزء المخفي من القصة نحن وسط العاصمة كييم ميليشيا كوتي والنعينة مغادرة هذه الجمهة الآن على حدود قطة التماس على اختحابات شهدت توتر تابع معك طبعاً مزيد من التفاصيل أحرك الآن نحضر معمل أزاقستان في عشر للعاجل البرهان لا مزايدة على الأهداف الوطنية للمنظومة الأمنية العنوان الرئيس لحاله العملية السياسية وهو إنهاء حالة الانقلاب الحالية كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بين هذين الفريقين فريق يرهم الآخر بالانقلاب وفريق آخر يقول إنه ليس انقلاب هذا جانب من التظاهرات التي بدأت منذ الساعة الواحدة بتوقيت الخرطوم وهناك أيضاً تحرق على الجانب العسكري هذا الشارع الآن لا ينتمي إلى أي شيء المشهد السياسي تماماً كما تراه الآن على الشاشة المتظاهرون اختفوا محمد تطالب ترحية المكون العسكري على السلطة تطالب مدنية الدولة التظاهرات لا جدوة منها هل هناك مؤشرات على الأرض تقول بأنه سيكون هناك تعاطي مختلف مع هذا الوضع في السودان الحرية والتغيير لا تبيع الحلم قابلتم نفس الشخصيات يعني ثلاثية المكون العسكري ما لجديد إذن البرهان يعفل أعضاء الخمسة المدنيين في مجلس السيادة ويبقي على عضوية مالك عقار والطاهر حجر والهادي يدريس قرارات البرهان تخلط الأوراق السياسية في السودان قوى الحرية والتغيير تتشكك وتدعو أنصارها للتصيد انطلاق الحوار الوطني في مصر والأطراف المشاركة أقرت باستبعاد المتورطين في العنف والإرهاب عقيل صالح يرد على مبادرة المجلس الرئاسي باتهام مجهولين بمحاولة حل البرلمان وينوم أنصار نظام القذافي على هامش احتفالات عيد الاستقلال أنباء عن وساطة جزائرية تجمع الرئيس التونسي مع أمين عام اتحاد الشغل لحلحلة الأزمة حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي إذ عرض أن تقوم جبهة محايدة بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة على أن تكون انتخابات يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأي أحد مهما كانت الاعتبارات والمبررات كما اقترح سيف الإسلام القذافي انسحاب كافة الشخصيات السياسية من العملية الانتخابية بشكل جماعي دون استثناء وعلى إجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد كمحاولة أخيرة لحل سلمي للوضع المتأزم ودون إراقة دماء سعيا لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا عقب فشل جولات الحوار الداخلية والخارجية ازدحمت المبادرات السياسية بشكل مفاجئ على الساحة الليبية المجلس الرئاسي افتتح سلسلة المبادرات بالإعلان عن خريطة طريق تقود محطاتها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول زمني محدد مضيفا أن الهدف الأساسي يتمثل بإنهاء الانقسام عبر تجنب الفوضى مشيرا إلى أهمية الحد من تدخل الأجنبي دون ذكر مصادره على خط موازن أعلن مكتب سيف الإسلام القذافي عن مبادرة ثانية في ليبيا تدعو الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة بمن فيها سيف الإسلام نفسه ونصت المبادرة على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة المبادرات السياسية تأتي على وقع استياء شعبي غير مسبوق منذ فبراير العام 2011 تاريخ اندلاع الثورة على حكم القذافي استياء تحول إلى احتجاجات كبيرة الأسبوع الماضي ونعكس أعمال حرق واحتجاج في عدد من المدن الليبية بينها طبرق والعاصمة طرابلس وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات على رأسها قطاع الكهرباء وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها لانقسام السياسي والفساد وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة يضاف إلى ذلك عوامل خارجية بينها أزمة الطاقة والغذاء العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا طلعت موسى الحدث استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح في بيان جديد عملية حرق مقر المجلس في طبرق وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي لا يستحق هذا التصرف من قبل أنصار النظام السابق لكونه قد ألغى العزل السياسي صالح اتهم جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء توجيه المتظاهرين لمقر مجلس النواب الليبي مؤكدا وجود محاولات لإفساد اللقاءات المقبلة بين مجلسي النواب والدولة الليبي وشدد صالح على أن حل مجلس النواب يكون وفقا للدستور لافتا إلى أن بعض المزايدين يعتقدون أنهم سيحلون محل مجلس النواب الانقسام السياسي هو ليس وليد اللحظة أيضا هو وليد لعدة سنوات ماضية كل هذه الأشياء خلينا نقولك أنها أشياء مفتعلة أشياء يحاولوا بعض السياسيين وبعض الدول أنها تستمر كترة الأشياء السياسية هل بأشياء السياسية يميني يصار كده اللي يفشل اللي يدير مجلس رئاسي اللي يدير مجلس عيال يدير كترة التلبة كترة التلبة الموضيع التمثيلية اللي يدير مجلس عيال حقوق النفط يمفتح ويتسكر البنزينة بالشهور تبعد زحمة سيناريو لي 11 سنة معاود حميك كيف الحلولة زيتوا شباب طرعوا أقالوا مطالبهم ومطالب مش حقوق هي مش حتى حاجة نباحة أزيد من حقنا في ليبيا الأزمات متعاقبة وأنا أعتقد أن أكثر الأزمات اللي تعاني منها البلاد هي ممكن أزمة التدخل الخارجي والأيادي الخافية اللي مخترقة اللي مخترقة الوزرات ومخترقة مفاصل الدولة وهي اللي تفتعل في الأزمات الممارسات والأجندات اللي من شأنها أنها تزعزع أمن ليبيا يجب تقويل هذه الممارسات والأجندات الخارجية لجعل البلاد أنها تنحى منحى الاستقرار ينضم إلي من القاهرة سيد محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ محمد يعني يمكن هذا الحوار بدي أعنونه بحوار المبادرات وأبدأ بالشق الأول الحديث عن مبادرة القذافي كيف تنظر لهذه المبادرة وكيف تختلف عن سابقاتها من المبادرات مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الحدث أهلا وسهلا يعني السيد سيف الإسلام القذافي بهذه المبادرة هو وضع الجميع في حرج لأن المبادرة من شقين شق يتحدث عن إما السماح لكل الأطياف وكل الشخصيات بأن تترشح دون أي قيود أو محاولات إقصاء أو قوانين مفصلة أو نصوص دستورية مفصلة لإقصاء شخصيات بعينها أو أن ينسح بالجميع كل شخصية مثيرة للجدل هكذا يعني اصطلح عليه في ليبيا شخصيات مثيرة للجدل تنسح بالكامل إما أن يدخل الجميع أو ينسح بالجميع أظن بأنها يعني مبادرة جاءت في توقيت حرج ووضعت الأطياف السياسية كما قلنا في موقف حرج هذا الضغط ولا أدري كيف سيتم التعامل معها كيف سيتعاطى معها أو تتعاطى معها الأطراف السياسية هل من تعقيب هل من ردود فعل إلى الآن نحن لم نستمع إلى أي ردد فعل حول هذه المبادرة ولكن ربما هذا نستطيع أن نقول أنه حل مثالي جذري يصعب تطبيقه وهنا كنت بدأ أسألك أستاذ محمد عن مدى معقولية هذه الفكرة يعني الذي ينظر لهذه المبادرة يقول خلاص كما ذكرت أنت كل الشخصيات المثيرة للجدل لا تدخل في أي سباق انتخابي لا تدخل في السلطة ونحن بحاجة إلى دماء جديدة تفرزها الانتخابات الجديدة كيف سوف يكون أو تكون مقبولية هذا الطرح بالنسبة للفاعلين السياسيين على الأرض يعني لا أظن بأن أي طرف من الأطراف السياسية الآن في ليبيا أو أي شخصية من الشخصيات حتى التي توصف بالجدلية على استعداد بأن ينسحب من المشهد أظن بأن الكل لدي طموح للاستمرار وإذا فتح المجال للانتخابات الرئاسية من جديد فالكل سيحاول أن يكون جزء من هذه الانتخابات ويدخل قائمة المرشعين إذن ربما تكون رسالة من سيف الإسلام القذافي بأن يفسح المجال للكل أن تبتعد الأطراف السياسية عن فكرة الإقصاء وتفصيل بنود بعينها لإقصاء هذا أو ذاك ونترك الكلمة للشعب الليبي هو يقرر من يختار وإن اختار الشعب الليبي هذا أو ذاك فيصبح رئيسا شرعيا للبلاد أما يعني محاولات الإقصاء والإبعاد فهي لن تجدي نفعا وجربناها في السابق يعني قانون العزل السياسي ما الذي نتج عنه في ليبيا يعني نتجت الكثير من الإشكاليات وربما التي لازمنا نعاني منها حتى الآن بسبب فكرة الإقصاء واجتثاث الخصوم إذن الآن يعني وقلنا هذا في السابق لماذا لا يفسح المجال للكل دون استثناء والكلمة الفصل تكون للليبيين هم يذهبوا إلى صندوق الاقتراع ويختاروا من يمثلهم رئيسا ويقصوه عبر صندوق الاقتراع وليس عبر ممحكات سياسية يعني أظن بأن هذه هي الرسالة من وراء هذا الأمر أما مسألة التطبيق العملي فأنا استبعد أن تطبق عمليا طيب دعنا ننتقل للمبادرة الثانية أو يعني النوع الآخر من المبادرات والذي طرحه المجلس الرئاسي هو تحدث عن مرحلة انتقالية أو انتهاء هذه المرحلة عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية في سياق زمني محدد أيضا ما الذي يجعل هذه المبادرة للمجلس الرئاسي ذات قيمة ويجعلها تتمايز عن أي مبادرات طرحت سابقا أنا أظن أن المجلس الرئاسي الحالي يحاول أن يلعب دور أكبر من إمكانياته وقدراته وصلاحياته أيضا يعني بالنظر إلى المجلس الرئاسي وصلاحيات التي نص عليها اتفاق جينيف وهي ثمانية اختصاصات ليس من بينها أن يتجاوز الأجسام الحالية وينفرد بقيادة المشهد هذا هو ربما ما يحاول المجلس الرئاسي أن يقوم به أو الدور الذي يريد أن يلعبه ويحاول أن يتحصل على الدعم السياسي من قبل المجتمع الدولي وهذا ليس فقط وليد اللحظة ولكن هذا السعي منذ أشهر وهناك محاولات لأن يلعب المجلس الرئاسي هذا الدور وتختزل كل الأجسام أو تختزل المرحلة بالكامل في المجلس الرئاسي فقط يعني الآن نريد أن نقول بأن هناك أدوات للحل إذا أردنا حل شامل للمشهد السياسي الليبي فهناك أدوات هذه الأدوات تتمثل في معالجات وإجراءات سياسية ودستورية وأمنية واقتصادية هل يمتلك المجلس الرئاسي القدرة على حل الإشكالية التنفيذية القائمة الآن هل يتحدث الرئاسي السلطة التنفيذية؟ سمحني على مقاطعتك لكن هل يتحدث عن قيادة هذا المشهد أم أنه يتحدث عن معادلة أو صيغة يبلور من خلالها حلاً معيناً لحل حالة الأزمة دون أن يكون يعني بالضرورة أن يكون هو قائد لهذا المشهد أشكرك على لفت انتباهي لهذه النقطة أنا أتحدث من وحي ما جرى خلال الأيام الماضية وما كان يجري على مدار الأشهر المنصرمة من محاولات لأن يلعب المجلس الرئاسي دور المنقذ والقائد الأوحد للبلد وربما الآن يعني ربما أقول هناك مراجعة لهذا الموقف بعد الرفض الذي جرى سواء على المستوى الدولي وحتى على المستوى الشعبي هناك لافتات علقت على مبنى المجلس في النوفليين تطالبه أيضاً بالرحيل ربما الآن الطرح الذي سيقدمه المجلس مختلف ولا يختزل المشهد في جسم واحد فقط لأن من الناحية الإجرائية ومن ناحية القدرة لا أتصور بأنه قادر على تجاوز كل هذه الأجسام المتجذرة والمتغلغلة في المشهد الليبي منذ سنوات طويلة بما لها من ارتباطات على الأرض وبما لها من ارتباطات في الخارج أيضاً يعني دول كبرى ودول إقليمية منخلطة في الملف الليبي يعني المسألة أعقد بكثير من أن تعالج بهذه الكيفية وإن كنا نأمل أن يكون هناك جسم واحد فقط يعني يقود المرحلة ويلملم شتات البلد ويوحد مؤسساتها ويمهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا حل يبدو مثالي أيضاً ولكن أنا أتحدث من ناحية القدرة يعني إلى الآن لم تتضح معالم خارطة الطريقة التي سيقترحها المجلس ولكن كما قلت سابقاً يعني أنا أتحدث من وحي ما صدر من تصريحات قيل بأن يعني أو على لسان المجلس بأن هذه التظاهرات بمثابة تفويض وأن المجلس هو يمثل كل الليبيين يعني هناك توطئة لما يمكن أن يخرج من المجلس وكأنه هو سيقود المرحلة بشكل منفرد في الفترة القادمة وهذا صعب للغاية الحل يجب أن يكون تكاملي المسئولية مشتركة الكل يشارك في تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بتشكرك جزيلاً شكر ضيفي من القاهرة أستاذ محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي شكراً لحضرتك نبقى في ليبيا حيث حمل وزير الكهرباء في الحكومة الليبية عوض البدري في مقابلة مع الحدث حمل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة دبيبة مسؤولية عدم متابعتها لأزمة شركة الكهرباء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية نعم منذ يومين قام رئيس الحكومة في خطاب متلفز وفي اجتماع رسمي وذكر بأنهم أخطأوا وأساءوا التقدير في حل أزمة الكهرباء في اعتقادي أخطأوا لماذا؟ أخطأوا لأن رئيس الحكومة كان هو رئيس الجمعية العمومية لشركة العامة الكهرباء وفي خلال أكثر من سنة ونص لم يقم بعقد اجتماع واحد لحل ومتابعة أزمة الشركة العامة الكهرباء إذن هناك كان قصور إدارية أخطأوا أيضا في عدم توحيد المؤسسات عندما استلامت هذه الحكومة المنتهية الولاية عقب حكومة الوفاق الوطني بالصورة الصحيحة لتوحيد قطاع الكهرباء أيضا أشار وزير الكهرباء في هذه المقابلة مع الحدث إلى أن الانقسام السياسي قد سبب أزمة الكهرباء نحن كلنا مسؤولين على مشكلة كهرباء للأسف عدم استلام حكومة الحكومة الليبية برئاسة السيد فتح باش آغا لمهامها وعدم تمكين الحكومة من السلطة والانقسام السياسي الحاصل وتعنت حكومة الوحدة الوطنية في عدم تسليم السلطة كان سبب رئيسي في الانقسام السياسي وعدم إتاحة الفرصة لهذه الحكومة أن تنفذ كل خططها استاء سكان بنغازي في ليبيا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة في فصل الصيف عزين ذلك إلى تقاعس المسؤولين في إيجاد حل لهذه المشكلة التي طال أمدها كاميرا الحدث تجولت في بنغازي ورصدت لكم هذه الأراءة نتابع صالح نتعطر تبشي الميكان يقول لك والله ما فيش ضي تبشي الصواري يقول لك والله ما فيش ضي هل إن هذا الأمر مستفع المزبوط أو إن حمولة ونامة بالنسبة لي لا حرت فيك نحن نلاحظه كل تغيير حكومة كل جيد حكومة عرفت يطفل ضي يعني شنو السبب يعني عرفت حربوا في بنغازي حربوا في ليبيا يعني هم مستفيدين قاعدين ما ميطرش عليهم تهرباء هذي معاش فضت هي عندنا نحن كل مرة خمس ساعات مرة أربع ساعات مرة عشر ساعات مرة ما يجيش بكر الضي واللوم كله على المسؤولين المسكين البلط لكن اللي قاعدين هذوما يعادوا كلهم يجيبوننا واحدين يجيبوا ضي ويجيبوا مية ويجيبوا فلوس ويجيبوا حياة في تونس تتقدم حملة الاستفتاء على الدستور وسط انقسام سياسي بين داعم ورافض الرئيس قيس سعيد دافع من جهته عن مشروع الدستور الجديد بعد الانتقادات التي وجهتها له لجنة صياغة الدستور وكان قد أوضح أن الباب قد أوصد نهائيا أمام الدعوات المطالبة بمراجعة بعض المواد مع بداية العد التنازلي لموعد الاستفتاء على الدستور الجديد تتوضح ملامح المشهد التونسي أكثر فأكثر وحملة الاستفتاء تمثل مرحلة الفرز الحقيقي بين داعمي الاستفتاء والرافضين له حزب الطياري الشعبي واحد من الأحزاب التي اختارت دعم مشروع الدستور وهو ما تعمل عليه قياداته خلال الحملة دعونا إلى التصويت بنعم وهذا مبني على كراءة لمجمل أحكام هذا النص وموقفنا الإيجابي منه الرئيس سعيد يتدخل مرة أخرى ويوجه رسائل بالجملة مفادها أنه لا عودة إلى الوراء رغم حملات التشكيك والمغالطة كما يقول الرئيس كان كعادته واضحا مباشرا وصريحا وبانا بالنقطة وراء النقطة أن كل ما قيل وكل ما حاولت بعض الأطراف التي أرادت سواء التي كانت من الأساس رافضة لكل هذا المسار منذ يوم 25 جولي 2021 أو التي التحقت أو التي كانت ترى أن هذا الدستور ليس مناسبا لخياراتها وقطع مع المنظومات التي كانت تعتبرها في أنها هي أساس وسبب وجودها في المشهد أما أحزاب المعارضة بمختلف تلويناتها فتواصل ترق كل أبواب الرفض لإقناع شارع فقد الأمل في وعود المنظومة القديمة بضرورة المقاطعة تالي ما تغير دستور 2014 اللي هو كان ضد الدولة التونسية وكان ضد الشعب التونسي وكان ضد الاقتصاد وكان ضد كل شيء في تونس اليوم دستور اليوم إن شاء الله يكون فيه برشة إيجابيات وأكيد فيه وشوفنا فيه حاجات إيجابية دستور ما عندي حتى لي حتى فكرة والانتخابات ما زلت نخام وستكون أيام الحملة آخر فرص فرقاء الاستفتاء لاستمالة الناخبين قبل موعد الحسم يوم الاقتراع يقول شاعر تونس صغير أولاد أحمد إذا كنت شعبا عظيما فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة مقولة يعود معها التونسيون من جديد إلى سناديق الاقتراع لرسم مستقبل بلادهم رغم كل محاولات التأجيل والمقاطعة وليد عبدالله الحدث تونس أعلنت السلطات التونسية تجميد الحسابات البنكية لرئيس حركة النهضة رجل الغنوشي واثنين من عائلته وقد أرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إشعارا للبنوك والديوان الوطني للبريد وفيه إذن قضائي بتجميد حسابات بنكية وأرصد مالية لرئيس حركة النهضة رجل الغنوشي إضافة لابنه معاذ وصهره رفيق عبدالسلام ورئيس الحكومة السابق حماد الجبالي وابنتيه معي من تونس القيادي في التيار الشعبي وليد العباسي أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ وليد بداية كان هناك تصريح يعني للرئيس تحدث فيه وقال إنه من رفض مشروع هذا الدستور لم يكلف نفسه عناء النظر إلى مواده إلى أي مدى يعكس هذا التصريح حقيقة أو الانطباع الحقيقي لما يجري ولمواد هذا الدستور تحية طيبة سيد الكريم بداية نعم يعني المجموعات الرافضة للدستور أو لمشروع الدستور في أغلبها لم تطلع على ما نشرا في الرائد الرسمي لأن لها موقفا مسبقا هي ترفض التغيير وترفض أن ترحل المنظومة السابقة وأن يبني التونسيون منظومة التي يريدون بعيدا عن التخريب بعيدا عن العملاء بعيدا عن الخارج بعيدا عن ما أفسدها طيلة العشر سنوات السابقة لأنهم ببساطة كانوا يستفيدون بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من المنظومة السابقة وكانوا يستفيدون من نهب مقدرات التونسيين وتجيير الدولة لصالحهم ولصالح الفائم بالخارج خاصة وأن هذا المشروع لو نظر هؤلاء إلى ما نشرا في هذه المسودة لوجدوا فيه كل ما يريده الشعب التونسي وكل ما طلب به تقريبا الشعب التونسي على الأقل بنسبة 80% موجود فيه ضمان للحريات العامة والفردية هناك توحيد للسلطة التنفيذية وقطع مع تشتيت السلطة التنفيذية وقطع مع حالة الاشتباك التي شهدتها السلطة التنفيذية لمدة عشر سنوات بين رئيس حكومة ورئيس الجمهورية هناك غرفة ثانية تشريعية لتضمن تواجد وتمثيل للجهات والأقاليم في تونس هناك بصريح العبارة حتى أكمل الفكرة هناك بصريح العبارة محاولة في الدستور بالنأي بتونس عن كل الصراعات الدولية هناك تثبيت للهوية لذلك يقول رئيس الجمهورية أن هؤلاء لما يكلفوا أنفسهم حتى قراءة دستور هو كلام صحيح هو موقف مسبق هو مصلحتهم لا تصب في هذا الجانب وهذا المشروع يتناقل تماما مع مصالحها طيب أستاذ وليد أنت في بداية حديثك هذا قلت تحدثت عن هذه الفئة وقلت أن هذه الفئة لديها المصالح وهي التي تريد أن تصدر غاياتها وأهدافها على أهداف المواطن التونسي لكن عفوا هناك من يقول أيضا أن هذه الفئة ليست اثنين وثلاثة وأربعة هذه الفئة أيضا شريحة لها تعدادها والمقاطعون لهذا الاستفتاء لمشروع هذا الدستور ليسوا قلة بالتأكيد سيد الكريم المشروع الدستور سيعرض للتونسيين ليكون محل موافقة أو محل رفض لكن أن يحاول البعض أن يوهم التونسيين أن هناك قوة ضاربة ضد هذا المشروع فأعتقد أن هذا مجانب للصواب لأعتبار أن هناك أحزاب سياسية رفضة وهذا حقها الطبيعي بأن ربما تحمل الموقف الذي تريد لكن هناك مبالغة في تصوير حتى الأحزاب السياسية لم تطلع على الدستور كلهم تقريبا أعتقد أن محاولة إخراج هذه المجموعة الرافضة لمشروع الدستور بهذا الحجم هو مجانب للصواب سندرك جيدا يوم 25 ويليا أن هناك حقيقة هو كبيرة بين هذه المجموعة وبين عامة الناس وعامة الشعب أعتقد أن الشعب التونسي يجد نفسه بنسبة 70-80% في هذا المشروع وهو ما سيصرح به يوم 25 ويليا وعلى كل الباب مفتوح للناس التي تشارك في الاستفتاء إذا كانت لها تخوفات وإذا كانت لها نظرة بأن هذا الدستور لا ينفع التونسيين في شيء فلهم أن يشاركوا في الانتخابات ويرفضوا هذا لكن هناك نظرة عدمية وهي الدعوة للمقاطع وهذا الموقف لا يعني شيء طيب أستاذ وليد إن كانت هناك نسبة لأنه كما أعلم لا يوجد هناك عدد معين بناء عليه يتم الاحتكام بأن هذا المشروع سوف يمرر أو لا يمرر بالتالي إذا قاطع مثلا نفترض إذا قاطع أغلب التونسيين التصويت على هذا المشروع ومن شارك في هذا التصويت كانت نسبة التصويت بنعم تتجاوز ألا سوف يتم تمرير هذا القانون أو هذا الدستور في وقتها دون الاعتناء لرأي شريحة كبيرة جدا من المواطنين التونسيين هل أفهم ذلك بهذا الشكل الصحيح؟ لا أعتقد هذا هذا تفصيل ربما أو هو حالة أو إمكانية ضعيفة جدا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بحملة كبيرة لتسجيل الناخبي الناخبون يتم تسجيلهم بطريقة مباشرة يتم تسجيلهم عن طريق مؤسسة الهيئة العليا للانتخابات ومن بعد يمكنهم تغيير مقار الانتخابات يعني عامة الناس هم مسجلون وكل الشعب التونس الذين لهم الحق في الانتخاب هم مسجلون واعتقدوا أن من دور القوى الحية والقوى الوطنية دفع بالتونسيين نحو مشاركة مكثفة ومشاركة كبيرة أولا من وجهة نظرنا نحن كدعمين لهذا المشروع نريد أن يمر هذا المشروع بنسبة كبيرة وبنسبة عالية لنضمن مشروعية هذا الدستور وأن نضمن أن هذا المسار وأن هذا المشروع الوطني سيبنى بسند شعب كبير العديد من الأطراف السياسية لرافض لمسار 25 جوليا تمني النفس أن تكون هناك نسبة مقطعة كبيرة لكن الشعب تنزي هذا المرة سيخذلهم تمام بس ضل عندي سؤال وفعلا دهن الوقت سؤالي باختصار لجنة صياغة الدستور لماذا اعترضت وقالت أو صرحت بأن بعض المواد موجودة بطريقة حتى هم لم يقبلوها هذه هي استشارية أولا صاحب المشروع هو رئيس الجمهورية أراد أن يستشيرهم هذا بداية ثم أن الناطقين أو من نسقوا هذه الاستشارية نحن بمعتبار أن حزب شارك في هذا الحوار نقول أنهم لم يكونوا أمناء أولا على ما تم تداول فيه داخل هذا الحوار كذلك أنهم أرادوا التمرير بعنوة مواقفهم مواقف إيديولوجية ومواقف ثقافية بالأساس لأنهم ضد تثبيت أو تكريس الهوية العربية الإسلامية لتونس ومن ثم أرادوا تمرير مشروع لا يعترف ربما بثوامة الشعب التونسي في الانتصار للقضية الفلسطينية وتكريس الهوية العربية الإسلامية لتونس فكان موقف رئيس الجمهورية موقفا آخرا موقفا متفقا مع موقف الشعب التونسي وهو ما لم يعجبهم لأنهم لم يكونوا أمناء على ما دار داخل الحوار بل كانوا أمناء ربما على مواقف مجموعتهم وأطرافهم التي لا تعنيها هذه الملفات يعني لو معنا وقد كان وقفنا على كثير من التفاصيل لكن شكرا جزيلا من تونس القيادة في التيار الشعبي وليد العباسي شكرا لحضرتك هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل بلجيكا تناقش معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران والانتقادات تطال بروكسل ترجمة نانسي قنقر نحن ضد فكرة أن يحكم العسكر هذا البلد لم يكن هناك أي عنف من جانب المتظاهرين كوار هو السبيل الوحيد هل يمكن أن يوجد أي مبرر لإطلاق الرصاص والسقوط ضحايا الشارع إلى أي حد هو محصن من الاختراق لإثارة البلبلد 96 شهيدة حتى الآن بعد قليل من المتوقعات تنطلق هذه التظاهرات ما الذي حدث لكي تجر البلاد إلى كارثة غدائية؟ هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك حياكم الله وأهلا بكم من جديد إلى الجزائر حيث التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوب خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر وكانت وسائل إعلام تونسية قد تحدثت عن وساطة جزائرية يقودها الرئيس عبد المجيد تابون في محاولة لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد والتي تصاعدت أخيرا عقب الإعلان عن مسودة الدستور الجديدة أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون عن فتح الحدود البرية أمام المسافرين بين الجزائر وتونس منتصف يوليو الجاري أخذنا قرار مع بعض على أساس ابتداء من 15 من هذا الشهر هذا تفتح الحدود لسيارات خواص هي الحدود عمرها لم تغلقت كانت مفتوحة البضايع اليوم نفتحها المسافرين كل المسافرين ابتداء من 15 جميلين إن شاء الله يمشوا البلدهم الثاني تونس وتونس يجوا البلدهم الثاني في الجزائر ومن جهة أخرى أحيت الجزائر الذكرى الستون لعيد الاستقلال بإقامة عرض عسكري ضخم أقيم بالجزائر العاصمة العرض الذي حضره قادة وزعماء من عدد من الدول تم خلاله استعراض القدرات العسكرية إضافة إلى آخر الأسلحة التي تمتلكها البلاد من مختلف القوات الجوية والبرية والبحرية أيضا إذن رمزية المكان والزمان للاستعراض العسكري الضخم في الجزائر رسالة تلخص مسيرة ستة عقود بداية بعد 132 أو 32 سنة من المقاومة افتكت الجزائر وحصلت على استقلالها من الاستعمار الفرنسي في الخامس من يوليو وذلك من العام 62 وتسعمائة وألف بعد سنة من ذلك وتحديدا في سبتمبر العام 63 أصبح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني آنذاك أحمد بن بيلا أول رئيس للجزائر وفي العام 65 ترأس البلاد وزير الدفاع آنذاك العقيد هواري بومديين الذي تولى رئاسة المجلس الثوري بعدما يوصف بالجزائر بالتصحيح الثوري حكم البلاد ثلاثة عشر عاما وبعد وفاته عام 1978 خلفه العقيد الشاذلي بن جديد الذي اختارته جبهة التحرير الحاكمة لرئاسة البلاد الخامس من أكتوبر من العام 88 اندلعت أعمال شغب في العاصمة وفي مدن أخرى وأسفرت عن مقتل 170 شخصا على الأقل في يونيو من العام 90 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة حاليا بمعظم المجالس البلدية والمحلية بعد أول انتخابات محلية تعددية وفي ديسمبر من العام 91 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالغالبية من الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية غير أن السلطات أوقفت المسار الانتخابي عام 92 غداة الاستقالة القسرية للشاذلي بن جديد بعد لجوء الجبهة الإسلامية إلى خطاب عنيف والتهديد بالسلاح أعاد المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بضياف فرض حال الطوارئ في العام 92 على إثرها عاشت الجزائر عشرية سوداء أودت بحياة أكثر من ربع مليون مدني سقطوا ضحية هجمات أو مجازر ارتكبتها مجموعات إرهابية في إبريل من سنة 99 انتخب عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر وبدأ العمل على إعادة السلام إلى البلاد في الثاني عشر من ديسمبر من العام 2019 فاز الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون برئاسة البلاد بعد حراك شعبي دفع بالراحل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معي من الجزائر المحلل السياسي الدكتور زهير بوعمامة أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور زهير بدي أقول في البداية كل عام وأنت بألف خير عاشت الجزائر وعاش شعبها دكتور المتابع لهذا الحدث يرى ضخامته ويرى الأجواء الكبيرة التي حتى يصعب وصفها ما الذي تريد أن تقوله الجزائر في هذا العيد الستين لاستقلالها سعى الخير تحية لك ولمشاهدكم الكرام أولا شكرا لك على تهنيتك واسمح لي أيضا أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين مكنون من أن نعيش هذا اليوم المجيد بتضحياتهم الجسام تماما التضاهو الاستعراضات والاحتفالية بشكل العام بستينية الاستقلال هذا العام جاءت مختلفة جاءت استثنائية ولعل ذلك يعود إلى جملة من الأسباب وإلى رغبة الحكومة الدولة في أن تعطي طابعا استثنائيا لهذه الاحتفالات هذه السنة أولا الذي جرى على النحو الذي رأيناه يؤكد وهذه أولى الرسائل للداخل كما للخارج أن البلد يعود من بعيد البلد يقف على رجليه من جديد البلد يغلق قوسا كنت قد عرضته في تسلسل الأحداث قوسا داما لأكثر من ثلاثين سنة أو يكاد ولاحظ معي أستاذي أن آخر استعراضات عسكرية تعود لسنة تسعة وثمانين بمعنى إلى السنة التي سبقت دخول البلد في أزمة منذ ذلك الوقت لم يكن موضوعيا بمقدور الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير أن يحافظ على تقليد هذا كان تقليد منذ الاستقلال منذ سنوات السنوات الأولى للاستقلال بالنظر إلى الوضع العام للبلد وإنشغال المؤسسة العسكرية والأنبية بمعالجة الأزمة وبالتصدي لآفة الإرهاب خلال سنوات قوال وفي السنوات الأخيرة أيضا وكما تعلمون البلد مر بمرحلة اضطراب داخلي ولكن حكمة الرجال وحكمة الشعب الجزائري وخيار المؤسسة العسكرية بالوقوف إلى جانب مطالب الشعب جنب البلد الكثير من الويلات ومرت هذه السنوات بسلام ونحن الآن أعتقد بهذه الاحتفالية نقول الجميع بأننا كما قلت طوينا صفحة ونتجه نحو المستقبل ونحن البلد يتغير فعلا ونحن نشهد ذلك يوما بعد يوم باتجاه ما نريد باتجاه ما يريده الشعب الجزائري وباتجاه الوضع والمكانة التي تستحقها الجزائر بالنظر إلى تاريخها المجيد بالنظر إلى تضحيات أبنائها بالنظر أيضا إلى قدراتها البشرية والمادية الكبيرة جدا اسمحني فقط أتداخل مع كونا ولربما سؤالي سوف يكمل هذه النقاط التي تتحدث بها هذا الاستعراض العسكري الكبير والضخم هل يحمل رسائل معينة؟ بكل تأكيد أولاها أن رابطة الجيش شعب التي مكنتنا من أن نتجاوز كل التحديات قوية بل هي في هذه الفترة أقوى مما كانت عليه ربما من السابق ولاحظتم كيف أن الاستعراضات جرت وسط حشود الشعب لا فاصل بين الجيش وشعبه إلا بما يقتضيه تنظيم مثل هذه التظاهرات ثم أن هذه الاستعراضات أيضا جاءت في سياقات سياسية تتميز بمباظرة الأياب الممدودة أو لما الشمل التي أطلقها الرئيس سبون وهذا تقدير من القيادة الحالية يقول بأن جبهة قوية جبهة داخلية قوية عصية على أن تخترق عصية على كل عدوان أو على كل من يريد أن يستفزنا أو أن يعمل على ضرب استقرارنا ولكن هناك رسالة ويد أقوى متوجهة نحو الخصوم نحو من هو معروف الآن بعدائيته لنا وربما يحاول أن يلحق الأدى بهذا البلد هذا البلد لديه من القدرات الدفاعية كما رأيناها اليوم والجهوزية التامة التي تجعله قادرا بأبنائه بأبنائه فقط أن يدافع عن أمنه الوطني عن مصالحه عن ترابه عن سيادته عن طراره هذه هي الرسائل جميل طيب دعني أنتقل معك إلى شق آخر يعني الرئيس الفرنسي كان قد أهنأ الرئيس الجزائري وأنت تعلم يعني ملف الذاكرة بين البلدين يحمل كثير من التداعيات والنتائج هل في هذه الثانية رسالة مثلا من الجانب الفرنسي أن باريس مستعدة للعمل أو تقديم تنازلات أكثر في هذا الملف سؤال جيد ولكن علي أن أقول بأننا في الجزائر ننتظر أفعالا لا أقوالا سمعنا أشياء كثيرة من الرئيس ماكرون ورأينا أفعالا مخالفة تماما لما سمعناه منه في عهدته الأولى خاصة كما تعلمون في العامين الآخرين حيث تسبب بلا مسؤولية كبيرة في توطر العلاقة بين البلدين ولكنه أيضا كما تعلمون قدم ما يمكن أن نعتذره هنا في الجزائر نصف في اعتذار ويحاول من خلال بعض الحركات منها هذه الرسالة التي لا تخرج عن البروتوكول الاعتياذي تقديم التهنئة في عيد استقلال البلد أن يرمن هذا الصدع هذه التشققات التي أصابت العلاقة وهذا الفتور الذي تعرفه العلاقة منذ أن ارتكب خطيئة الإساءة إلى تاريخ البلد ومساوماته في موضوع الذاكرة احتفالاتنا بهذه الطريقة هي تأكيد على أن الداكرة حية فينا على أننا لن ننسى وصفت الأفكرة لن ننسى وسامحني والله يا دكتور انتهى الوقت والذي يريد أن تكون له علاقة أفضل عليه أن يقبل تنازلات حقيقية في هذا المجر كل عام وانت بألف خير وسامحني على مقاطعتك وشكرا جزيلا لحظتك دكتور زهير بعمامة من الجزائر شكرا لإلك شكرا أهلا فيك شهدت بروكسل تظاهر لإيرانيين وذلك الاحتجاج على مشروع الصفقة بين الحكومتين البلجيكية والإيرانية لتبادل السجناء المدانين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة 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 الذين تستخدمهم ايران اداة لابتزاز الدول الغربية نرفض اطلاقا منح ايران سكا على بيض كما نقلق من تداعيات المؤهدة على الصعيد الدولي في الوقت نفسه يتعجب انقاذ حياة رعاية ابرياء وتلك مفارقة صعبة بالنسبة الينا المؤهدة اذا تمت المصادقة عليها ستمكن اسد الله اسدي من قضاء عقوبته في طهران وربما من الافراج عنه لاحقا وزير العدل يؤكد ان اي قرار سيخضع لموقف جهاز الاستخبارات والنيابة العامة من المهم التأكيد على ان تنفيذ المعاهدة لن يكون آليا ولا وجود الاستجابة آلية لرغبة السجين اذا طلب نقله الى بلده الاصلي كلتا الدولتين المعنيتين تملك قرارها السيادي وهذا امر هام للغاية اجهزة الامن البلجيكية تضغط من اجل المصادقة على المعاهدة لان الاحتفاظ بالدبلوماسية الايراني في السجن كمن يحتفظ بمفرقعة في جيبه اجهزة الامن البلجيكية ترغب في وجود هذه المعاهدة لتخفيف الضغط الامني اتفهم ذلك واثق في تقدير اجهزتنا الامنية كثافة المداخلات وحدة الانتقادات دفعتها رئيسة الجلسة الى تمديد النقاشات واستئنافها الثلاثة نقاشات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي كانت جولة سراعا بين المبادئ القانونية والقيم الخلاقية من ناحية والاعتبارات الامنية من ناحية اخرى نردين الفريد الحدث بروكسل دمار هائل لحق بالبنية التحتية الاوكرانية خسائر بلغت ما يقارب الستة مئة مليار دولار مئات القرى والاحياء ما زالت تعاني من انقطاع الخدمات الاساسية على الرغم من هدوء الاحوال فيها مؤتمر لوغانو يحاول ان يحشد الدعم المناسب لاعمار اوكرانيا على الرغم من استمرار الحرب في اجزاء واسعة من الاراضي الاوكرانية ومواصلة الجيش الروسي قصفه على معظم مدن اوكرانيا الا ان دول العالم تحاول الوصول الى صيغة اتفاق وتحديد المسئوليات بشأن اعادة اعمار اوكرانيا من خلال مؤتمر لوغانو تجاوزت خسائر اوكرانيا بسبب الدمار الذي سببته الحرب الروسية عليها الستمائة مليار دولار خسائر في البنية التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية ومصانع ومرافق عامة حكومية وتعليمية وحتى المستشفيات ورياض الاطفال لم تسلم من القصف الروسي تبذل الدولة الاوكرانية جهودا في توصيل الخدمات الاساسية الى المناطق التي قطعت عنها الا ان الدمار طالما يقارب الاربعة وثلاثين الف كيلومتر من المباني السكنية وما يساوي ثلاثة وعشرين الف كيلومتر من الطرق ودمرت حوالي تسعين الف سيارة وما زال الكثير من المواطنين من غير ما هو بعض الدول ابدت استعدادها لتبني اعمار مناطق بعينها فقد ابدت المانيا رغبتها في اعادة اعمار منطقة شرنها في شمالية البلاد التي طالها دمار واسع نطاق كما ابدت المملكة المتحدة مع استراليا والدنمارك الرغبة في العمل على اعمار مقاطعة كييف الا ان المؤتمر سيعمل على توزيع الادوار بين الدول والمؤسسات وفق خطة استراتيجية موحدة اتفق الجميع على ان اعادة اعمار اوكرانيا واجب على العالم الحر الديمقراطي وانها ستكون رسالة واضحة لموسكو بان اوكرانيا ستعود افضل مما كانت كما ان المؤتمر خلص الى ان اعمار البلاد يجب ان يتسق مع خطة تأهيلها للانضمام للاتحاد الاوروبي وان يشمل الاصلاحات الهيكلية المطلوبة كمكافحة الفساد وضمان استقلالية القضاء والاصلاح الاداري كذيف عادل الحدث كيف تعاهدت عشرات الدول خلال اجتماع في سويسرا تقديم الدعم لاوكرانيا واتفقت الدول المشاركة على الحاجة لاصلاحات واسعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لم يكن مؤتمر لوجانو مؤتمرا للمانحين بل كان خطوة اولى على طريق طويل نحو الاصلاح ومكافحة الفساد يقول المنظمون نوقشت على مدى يومين شروط واولويات المساعدات الممنوحة لاوكرانيا ودعت سويسرا الى مراقبة مسارات التدفق المالي خلال المؤتمر الصحفي في الختام وردا على سؤال للعربية والحدة قال لنا رئيس الوزراء الاوكراني ان المطلوب الاستفادة من الاموال الروسية المجمدة لاعادة اعمار بلاده هناك ما بين 300 و500 مليار دولار من الارصدة الروسية المجمدة بفعل العقوبات المانيا دعمتنا للوصول الى الارصدة الموجودة لديها نائب رئيس الوزراء الاوكراني ميخايلو فدوروف قال للعربية والحدث ان على العالم ان يوقف بوتين الحالي كي لا يظهر لاحقا بوتين اخر على الجميع ان يعلم ان اوكرانيا تدافع عن كل العالم المتحضر لذلك يجب ان نحصل على مساعدة من الجميع في طلعة الدول التي يمتدح الاوكرانيون تعاونها معهم في مجال مصادرة الممتلكات الروسية المجمدة كندا والمانيا وبريطانيا والدنمارك اما الدول الاخرى فهي مترددة اما لان تشريعاتها لا تسمح بذلك او لانها غير مقتنعة بالمبدأ اظهر المؤتمر الدولي وجود عقبات كثيرة تحول دون استخدام الارصدة الروسية المجمدة بفعل العقوبات في عملية اعادة اعمار اوكرانيا ومن بين هذه العقبات عدم وجود تشريعات لدى كل الدول تسمح بذلك وعدم وجود اجماع حول مبدأ مصادرة اموال مجمدة بسبب نزاع ما لصالح احد طرفي هذا النزاع حسين قنيبر الحدث لوجانو سويسرا الى اللقاء اشتركوا في القناة